إعلان ترامب المفاجئ سحب القوات من سوريا جاء في تغريدة على حسابه على تويتر لكن موجة الانتقادات جعلت يحافظ على خط رجعة خال من جدول زمني القرار أقلق الحلفاء فسارع المستشارون إلى التطمين جون بولتون في إسرائيل وتركيا ومايك بومبيو في الأردن ومصر والخليج تطمينات تتناقض مع تصريحات الرئيس بل ذهبت حد الحديث عن الإبقاء على القاعدة العسكرية في التنف لمواجهة إيران وترك جنود في جنوب سوريا إلى أجل غير مسمى أعتقد أن الرئيس أدار حملته على أساس سحب القوات الأمريكية من حروب الشرق الأوسط والتي لم تكن لصالح الولايات المتحدة أبدا بين تصريحات الرئيس وتطمينات مستشاريه تبدو الصورة الحقيقية للنوايا الأمريكية باهتة تطهير الجنوب المتبقية من داعش ضرورة ومنع تركيا من توجيه ضربة موجعة إن لم تكن قاضية للأكراد وعد أمريكي أما مواجهة إيران عسكريا في سوريا فستتركها واشنطن لإسرائيل أن أهمية قاعدة التنفي لمنع إيران من تأمين ممر أرضي وهو ضمن أربع طرق محتملة لكنه الرئيسي الذي يمر من إيران إلى العراق إلى دمشق عبر الصحراء لترام رؤية أخرى وهي ضرب داعش من العمق العراقي إذا استدعى الأمر فتقليل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ضرورة والبقاء مضيعة للوقت ومليارات الدولارات حسب ترام قرار الانسحاب أدى إلى استقالة وزير الدفاع ومبعوث الرئيس لقوات التحالف ضد داعش لكن إيفاد بولتون وبومبيو إلى المنطقة جاء بمباركة ترام رغم هذا فإن البيت الأبيض مصر على أن الانسحاب آت لا محالة وإن تأخر نادية البلبيسة العربية واشنطن